ما يفعلون الآن بالسودان نفس الأمر هم يتظاهرون بالتسوية بين الفريقين وهم يدعمون الفريقين إلى أن تنتهي السودان ما فعلوه من الإنقلابات الناعمة في مصر وفي تونس وفي غيرها هذا كله يحدد مسؤولية العلماء هل العلماء قاموا بما يجب عليهم وقالوا للظالم أنت ظالم ووقفوا مع المظلوم أم هي مجرد بيانات استنكار بإمكان العلماء أن يفعلوا الكثير نحن عندما نتكلم عن الاتحاد العالمي لأعمال المسلمين يضم أكثر من سبين ألف عالم إذا لم يقولوا ويتكلم ويقولوا للظالم أنت ظالم ويأخذوا بحق المظلوم فمن يتكلم إذا لم يتكلم العلماء فمن الذي يتكلم هذا والله يعني يديننا ما نراه الآن يديننا ويجب علينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لن يقدس الله أمة لن يقدس الله أمة لم تأخذ لمظلومها من ظالمها نحن الآن في الوحل لا الله عز وجل لم يقدسنا نحن الآن في ملوثون لأننا لم نأخذ على أيدي الظالمين ولم نسمي الظالم ونقولوا أنت ظالم كف عن هذا بإمكان أن نفعل أكثر من هذا أن نجيش الجيوش العامة عامة الناس لم نقوم بالواجب حيالهم ليقوموا بواجبهم لا لنصرة قضيانا في بلاد التي ذكرتها ولا في مسأة فلسطين فلسطين الجهاد فيها فرض واجب على كل أحد منه صحيح هو الجهاد فرض كفاية لكن فرض الكفاية هو متوجه لكل فرد بعينه إلى أن تحصل الكفاية فإذا لم تحصل الكفاية فالمخاطبون بفرض الكفاية مخاطبه كل أحد من المسلمين فإذا حصلت الكفاية قلوا فيها عنهم الطلب إذا لم تحصل الكفاية وكلهم مخاطبون وكلهم ملامون شرعا صحيح الجهاد في برسطين ويعانة إخواني المجاهدين لا تتأتى بالرجال لوجود الحكام الظالمة لأجل هذا هم أسقطوا كل البلاد التي ذكرتها حتى يكون حكامها نطاقا عازلا بين الشعوب المسلمة وبين الصهاينة هذه القدرات الكبيرة التي تمنع الآن من المساهمة والإسهام في الجهاد في فلسطين صحيحهم لا يقدمون أن يسهموا بالرجال لكن الجهاد الآن بالمال المقاومة محتاجة إلى المال المقاومة في فلسطين ليس محتاجة فقط إلى السلاح وإلى المعدات التي تحتاج إلى الأموال الطائلة التي كان على الدول أن تدفعها وهذا واجب فرض في أعناقها هم محتاجون أو مضيق عليهم حتى في أقواتهم وضرورات حياتهم